صباح الخير عليكم. تعالوا نقول للنصيحة الرابعة واحنا بنعمل القهوة بتاعتنا. بما اننا كلنا بنحب الاكل جدا ومش عايزين نغير عادتنا الغذائية وكمان عايزين نخس يبقى النصيحة الرابعة دي مهمة جدا. احنا مش هنتنزل على حاجة في الاكل. لكن الحقيقة تضحي وقت. فاحنا هنضحي بحاجة بسيطة جدا جدا. ايه هي السكر في المشروبات? هنضحي هنشرب كل المشروبات بتاعتنا من غير سكر. طب مش قادرين نشربها من غير سكر? خلاص. هنستخدم سكر ستيفيا. انا دلوقتي مسلا عملت القهوة بتاعتي انا ما حطتش زرة سكر. ولا سكر عادي ولا سكر ستيفيا. على الرغم ان انا كنت دايما بشربها زمان قهوة زيادة. انت مش متخيلة انك لما تقلل السكر في المشروبات بس اللي بتشربيها على مدار اليوم ده ممكن يفرق معاك قد ايه. وجسمك هيتحسن قد ايه. وبشرتك هتتحسن قد ايه. ده انت كلك هتتحسني. وبعدين خلي بالك. احنا ما قلنا ان احنا هنحتفظ بالحلويات بتاعتنا وهنكلها بعد الوجبة الاساسية. ومش هنفصل ما بينهم. فاذا انت كده كده داخلك سكريات وداخلك حلويات. وداخلك اللي من الاكل بتاعك عادي اللي احنا ما غيرناش فيه اي حاجة. بس على اقل التنازل البسيط اللي احنا هنقدمه هو ان احنا هنشيل السكر من حياتنا هنلغيه. وبدل ما هنشرب الفاكهة عصير. لأ احنا هنكل الفاكهة زي ما هي. وهنكلها برضو بعد الوجبة مباشرة يعني احنا ما اتحرمناش من حاجة احنا نظمنا الحاجة اللي بنا كلها. رتبناها عشان زي ما قلنا. الدولاب لو حطتي الحاجات فيهم كركبة مش هيكفي والدورة هتبقى مفتوحة وهتخرج لبره. لكن لو حطتيها بنزوم وبترتيب بتلاقي الدولاب كافة معاكي. وبياخد كل اللي انت عايزاه. يبقى انت كلتي كل اللي انت عايزاه. وما حرمتيش نفسك من حاجة. بس بك برضو ما تبتيش في الوزن بل بالعكس هتخستي. جربيها وقولي للنتيجة. اخر حاجة عايزة اقولها طالما انا بعمل الفيديو على قهوة ما تشربيش القهوة اول ما تصحي من النوم. اشربيها بعد ما تكون شربت نص لتر مية وكمان شربت مشروب الحرق الصباحي. وياريت لو يفضل يعني ان يكون بعد ما تصحي بساعة مسلا او ساعتين. عشان ما يقصرش على هرمون الكورتيزون خلال اليوم. ونصيحة من كميائية اسمعيها. وحلقة في ادنك حطيها. واللايك اوعي تنسيها. والتعليقات اكتبي فيها اللي انت عايزة. واي حاجة عايزة تعرفيها اسأليني انا عليها. واكتبيها في التعليقات وانا هردلك عليها. رد علمي من مصادر موسوقة. سلامة وحشون. نسيت اقولك وتفضلوا معي.